السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الثلاثاء واحد آب أغسطس طبعا القمر اليوم موجود في برج الجديد الآن موعد بث الحلقة في ساعات تقريبا الصباح نقدر نقول القمر رح ينتقل ويصير في برج الدلو اليوم في صراع ما بين المشاعر والأفكار عشان هيك بدكوا تركزوا بشكل جيد في إيجابيات ولكن التقلبات الموجودة رح تخرب كثير من الأمور طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة مرجود في برج الجديد عشان هيك شوي بدنا نركز بشكل جيد القمر موجود في منزلة ساعد بلع وهيال العلاج والفراق وتلاف الأموال والحرية موعد بث الحلقة طبعا في ساعة 10 و11 دقيقة من مساء اليوم الاثنين القمر رح ينتقل لمنزلة ساعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق أما في تمام الساعة 5 و26 دقيقة من مساء اليوم الثلاثة رح ينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعد الأخبية وهي للحماية والضرر والضفر والعقد وبما أن القمر موجود في برج الجدي معناته منظل على طبيعتنا الجادة لغاية ساعات الصباح منحاول إنجاز عمل متراكم نجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر وبوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو مراجعة شركات تأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول إشي البطيئة وهي أول زاوية زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس تأثير هذه الزاوية من يوم 37 إلى يوم 17 8 ذروتها يوم 9 8 ساعة 11 وثمان دقائق ظهرا بتوقيت جرينج يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات أو خلق علاقة عاطفية ممكن أنها تكون لها عواقب وخيمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين عطارد وبين زحل هذه الزاوية من يوم 29 7 إلى يوم 6 8 تأثيراتها ذروتها يوم 2 8 في تمام الساعة 2 و17 دقيقة صباحا بتسبب التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا بتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي ممكن أنه يضر بصحتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري هذه الزاوية من يوم 28 7 إلى يوم 16 8 طبعا ذروة هذه الزاوية يوم 7 8 ساعة 12 ودقيقتين بعد منتصف الليل بتبدد الحضوض في أي مسعى منقوم فيه وبرضو من ميل للعيش دون مستوانا وتبذير أموالنا ومننجذب للإقمار أو المراهنات أو المضاربات أو المغامرات المالية وما مننصح فيها طبعا ممكن نتعرض لمشاكل مع السلطات أو العدالة غالبا هذه الزاوية بتسبب مغالاة في النفقات وخسارة مالية وفشل في المشاريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو طبعا هذه الزاوية زاوية منفصلة تأثيراتها من يوم 28 ستة إلى يوم 12 هذه الزاوية بتسبب عودة وضعية أو شخص أو حدث قديم بيرجع بيظهر على الساحة بيدعم وضعنا أكثر فأكثر أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم تأثيراتها بشكل مباشر أول زاوية زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورنوس هذه الزاوية طبعا تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر حتى فجر يوم الثلاثاء هذه بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية برضو تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ورح تستمر حتى صباح يوم الثلاثاء ذروتها منتصف الليل بالضبط تقريبا الساعة 11.54 دقيقة من منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء بتوقيت جرينيج هاي الزاوية يعني بتعزز الخيال الخصب بتقوّل حدث وعليه في أنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تكون يعني بشكل مباشر ذروتها أول زاوية زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي ذروتها الساعة 2 الساعة 2 و 12 دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينيج برضو تأثير هاي الزاوية من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر حتى عصر يوم الثلاثاء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وابتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بابدأ عنا خلو المسار خلو المسار السلبي رح يبدأ الساعة 2 و 12 دقيقة فجرا من فجر اليوم الثلاثاء ورح يستمر حتى تمام الساعة 3 و 57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 3 و 57 دقيقة صباحا القمر خلص بنتقل وبصير في الدلو طبعا التوقيت بتوقيت جرينيج معناته طيلة النهار منشعر بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة سلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تلفاز وتجربة طعام جديد في زاوية بطيئة اليوم ذروتها وهي زاوية إيجابية تثليت إيجابية بين المريخ وبين المشتري تأثير هاي زاوية بدأ يوم 21 سبعة ومستمر بتأثيره ليوم 13 ثمانية اليوم ذروته الساعة ثمانية واربعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج هذا الاتصال بيخلق جو من التسامح بحيث أننا بنتسامح مع من أخطأ ويخطئ بحقنا ومن مد يد العون لإلهم كما أنها بتدفعنا للتراجع عن الأخطاء وبتجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبتدخل الإنفعال في علاقاتنا الجنسية بالدل دوليا على نشاط كبير في المبادلات التجارية وخصوصا الخارجية والأمور اللي إلها علاقة بالاستراد والتصدير وبرضو كثرة البعثات الدبلوماسية من وإلى الدول خصوصا من أجل التعاون التجاري أو العسكري كما بتزداد مداخيل المؤسسات المالية والبنكية وبتتحسن أوضاع القضاء ورجال الدين ورجال القانون والأمن الوطني والجيش والقوات المسلحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الشمس يعني اكتمال القمر كامل بصير بدر الساعة ستة وواحد وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج من مساء اليوم الثلاثاء طبعا تأثير هايزاوي ببدأ من منتصف ليل يوم الاثنين على ثلاثاء وبيستمر حتى ظهر يوم الأربعاء بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين بيزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر وشوي التقلبات النفسية بتصير والحدية في الطبع اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية من زوايا يوم الأربعاء ولكن تأثيراتها بتبدأ من ظهر يوم الثلاثاء وبتستمر حتى ظهر يوم الأربعاء هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا لانه بالفترة هاي بيكثروا المصابين والاستغلال المالي والاستعطاف لأجل اقتراض المال وطبعا راح يكون صعب استرداده بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح عنا الركبتين والمفاصل والعمود الفقري عضلات العمود الفقري والردفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية بالنسبة لهذا اليوم طبعا لا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لكافة أعضاء الجسم إلا إذا كانت اضطرارية ونصيحة الأشخاص اللي بيأخذوا مميع دم هدول بدهم يعني إذا كانت العملية اضطرارية وبيأخذوا مميع الدم يبلغوا الطبيب على أساس أنه يأخذ الحيطة والحذر لأنه اكتمال القمر يعني بيستفز الجسم لأنه يصير فيه نزيف أو نزف أو سيولة في الدماء بالنسبة لعمليات التجميل طبعا ما بننصح فيها نهائيا بالفترة هاي بسبب تراجع الزهرة هذا اليوم طبعا بدأت اللي هي المراحل اللي إلها علاقة بتناقص القمر ولكن ما زالت لسه مبكر على هذا الموضوع فإذا هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي فقط أما الصبغ الحن ماشي الصبغ لا لأنه مواد كيموية وبرضو عندنا القص العلاجي لا يصلح بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الدلو معناة خلو المسار القادم بيكون ساعة تسعة وأربعة عشر دقيقة من مساء يوم الأربعة اثنين ثمانية وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وخمس دقائق من صباح يوم الخميس لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم المكتمل خمسة عشر يوم في تمام الساعة أربعة وثمانية وأربعين دقيقة عصرا بصغير ستعشر يوم نسبة الإضاءة مية في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين ثمانية منتحس الآن بنسبة خمسة عشر في المية ساعات ما بعد منتصف الليل بصغير منتحس بنسبة أربعين في المية القمر في الجدي بده ينتقل للدلو في ساعات الصباح وراح يضل في الدلو لغاية يوم ثلاثة ثمانية سعيد الآن بنسبة ستين في المية في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية أما في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في العذراء حتى يوم 23 ثمانية سعيد بنسبة 30% الزهرة في الأسد بيتراجع حتى يوم 4 تسعة منتحس بنسبة 60% المريخ في العذراء حتى يوم 27 تسعة سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 4 تسعة منتحس بنسبة 25% وزحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% ياريت اللي وصل معنا لهون إذا مش مشترك يشترك وإذا ما حط اللايك يوحطه ما كتب كومنت يكتبه ما كبس على الكبسات يكبس وشكرا لإلكم ولا حسن استماعكم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بيظل الجو جيد أو الأوضاع جيد إلى الأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانهم يحافظوا على إنجازاتهم القائمة وعلى سمعتهم أيضا أهم شيء ما في إنفعال ما تنفعلوا ما تغامروا ما تجازفوا وتجنبوا مخالفة القوانين أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحدين فترة ناشطة وواعد دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر الاتصالات والمواعد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب حباكم معكم بعض موليد برج الثور ممكن يذهبوا في رحلة أو يروجوا العمل أو يحصلوا على معلومات ما كانوا يتوقعوها وبرضو في نجاح في حياتهم في الحظ والحياة العاطفية والعائلية أما من ساعات الصباح بينصب اهتمامهم حول عملهم ومصالحهم الاجتماعية أهمش أنه ما ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم طبعا القمر رح يصير في بيت السمعة معناته ما فيه مجازفات ولا مغامرات هذا اليوم برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على آراء الغير ممكن تتلقوا مساعدة أو تعاطف عليكم كنت تتحلوا بالليون والتفكير الموضوعي أما من ساعات الصباح حون بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات أو الاتصالات ومرضو بكون لقاء أو فرصة بتفتح أمامكم أبواب سفر تسويق نشر دراسات عليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة اليوم تقدر تتحرك على مختلف الأصعاد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بظل الأجواء جيدة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ومرضو لاهتمام بمصالحها بتقارب ما بينك وبين الأزواج ولكن بتظل هاي فترة سلبية وضاغطة لأن القمر ما زال موجود مقابلك لغاية ساعات الصباح فما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات بدك تضبط عصابك أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ويدخلوا التعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع التقدم والطور في محيطكم أبي اطمعين بالكم وبتفرح ولا تطور ما فترة جيدة لتصحيح خطأ ما أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتكو تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك من الآن ولغاية ساعات الصباح القمر الآن بدو يبدأ في مراحل المقابلة فعشان هيك بتكو تنتبهوا أكثر لغذاءكم وراحتكم ولصحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وتحاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم أما من ساعات الصباح فهنا القمر بصير مقابلك تماما هنا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم أهم مش إنه تحافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا أي كلام أو توجهوا ملاحظة لأنه خصمكم قوي وما بيرحم صحيح إنه ممكن يكون عندكو ارتباط مهم هذا اليوم فبتكو تحافظوا على هدوء أعصابكم وما تكونوا عدائيين برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبتمفرج أسريركم وما بتعيشوا لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم مش إنكم ما تهملوا الواجبات اتجاه العائلة والأحبة من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بيتراكم العمل لديكم أهم شيء وما تهملوا صحتكم حذروا من تعب صحي أو جسدي بيمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب بتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة وممكن تشعر ببعض التوتر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان من الآن ولغاية ساعات الصباح بإمكانك إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وابتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية لا تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء الشوي متوترة لأن اكتمال القمر بزيد من حدية الطباع والتقلب في المشاعر فعشان هي بدك تنتبه أما من ساعات الصباح وأنا بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وبتفرحوا العنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لغاية ساعات الصباح لا اجتياز امتحان أو مقابلة وبإمكانكم تتعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران ابتدعمك الحضوض وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما من ساعات الصباح وما بعد بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء أن تلطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تتير اضطرابك وامتعاضك ولا تخالف القوانين واحترم الموعيد والتزاماتك المهنية واهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل في فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وتمتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات وتعتبر ما يعني أجواء ما زالت فيها إيجابية عالية أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة للنقاش والحوار والتواصل مع المجتمع وإسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة بعد موليد برج القوس ممكن يكون لهم بعض الأمور الممتازة جدا خلال هذا اليوم على مستوى أشياء الليها علاقة بالسيارات بالإلكترونيات بالدورات التعليمية حتى برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير وبيعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية من الآن ولغاية ساعات الصباح وفيه انفراج وتقدم ملموس يعني بشكل واضح عليك أنك تتحلى بالحكمة والواقعية في إدارة الأمور تشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات أكثر فأكثر وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر أما في ساعات الصباح وما بعد هنا بتصير التركيز على الوضع المالي فبتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم شيء أنه ما تغمروا بأموالكم هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا وما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة انتوا بحاجة لكل التعاطف والتضامن خلال هذا اليوم وانتبهوا من المحتالين برضو برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح معناته هاي بتضل الأوقات هاي بتطلب منك الانتباه بشكل جيد لصحتك وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدى وطيرتك لحد الركود وممكن تلغي مشاريع أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي وحاول أنك ما تحسم أي أمر لأنها ما زالت الأجواء سلبية ومخيبة للآمال أما من ساعات الصباح بتستعيد نشاطك وحيويتك بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة تمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع أو لحسم أمر عالق أو ممكن أنه يجيك خبر سار اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر بيقترب من بيت متاعبكم ولكن ما زالت الأجواء من الآن ولغاية ساعات الصباح جيدة لتعزيز صداقاتكم مناسبة لتحقيق أمني بمساعدة صديق أو دام واصطة لإلك مثلا ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسعى الأفاق وممكن تحتفل أو بعضك ويحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما ومرضو بهاي الفترة بتعزيز شعبيتك وبتحصد أرباح جيدة بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما من ساعات الصباح القمر بد يصير في بيت المتاعب فمن ساعات الصباح والأيام القادمة بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة جدا وفاشلة أيضا فابتكوا تحاذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه عادي ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك أو أي شخص يوعدك بشيء ما يوفي فيك طيب بما أننا وصلنا لهن يا ياريت ما تنسوا تحطوا لايك وديسلايك وكومنت وتسبوا عليه وكبسات الدعم هذولا ما تكبسوا عليهم تبعت الدعم المالي لا تشكرات ولا انتساب ولا الأمور هاي يعني حط اللايك ويخلف عليك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء